هنبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بخبر هيفرح كل الأطفال كل الأطفال المبدئين خبر أعلنت وزارة الثقافة وأنها قررت تفتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير ابتداء من النهاردة هذه الجائزة طبعا تحت رعاية السيدة انتصاري سيسي وده فرصة مهمة جدا لكل الموهوبين الصغار لأن الجائزة دي مش بس بتعزز الإبداع لكن كمان بتشجع الأطفال والشباب على تطوير مهاراتهم الفنية والأدبية فعلا يا شازلي وبصراحة كمان مصر مليانة دايما بالمواهب اللي محتاجة حد يكتشفها ويتبنها من مميزات الجائزة دي أن فروحها ومجالاتها مشاركة فيها كتير يعني بتغطي شريحة كبيرة جدا من أولادنا اللي عندهم مهارات وموهبة في مجالات مختلفة يعني الأولاد هيتنفسه في الأدب وفي الفنون وكمان الابتكارات العلمية وده معناه أن كل واحد عنده موهبة بيقدر يشارك فيها ويبرزها بشكل كبير كمان في جوائز مالية بتصل قيمتها لأربعين ألف جنيه طبعا المهم كمان في الموضوع أدين أن الجائزة دي بتساعد على اكتشاف المواهب في سن صغير بتفتح ابواب لفرص تعليمية أفضل يعني ممكن نشوف مبدئين في مجالات كتيرة مجالات جديدة ممكن كمان يكبروا ويبقوا فنانين كبار وكتاب ومشهورين ويشرفوا بلدهم ويرفعوا اسمها في كل المجالات الحية كمان مشاركة الأطفال في المسابقات دي بتعزي ثقتهم بنفسهم وبتخليهم كمان يحسوا أن لهم صوت كده ومشاركين بشكل فعال في المجتمع ومن خلال الجائزة دي بيكون عندهم الفرصة أنهم يتعلموا من خبراء اللي موجودين وبياخدوا منهم توجهات بتساعدهم في مسرتهم كمان كمان مهم أن احنا نشجع أولادنا على القراءة والكتابة والفنون وحيي أن الثقافة هي أساس بناء مجتمع قوي والجائزة دي بتعكس اهتمام الدولة بالجيل الجديد وبمستقبلهم مرة تانية بنصبح على حضرتكم وصباح الخير يا مصر